مشاهدون قناة شوف تيفي اهلا ومرحبا بكم في هذا البت المباشر من مدينة الدار البيضاء كانت تواجدوه حاليا مع السيدة اللي كانت كتنوب على الزوج ديالا في واحد الميلف اللي هو ميلف خطير جدا وتكلمو عليه المغربة كاملين واللي هو صارقة وبيع وشراء واحد الراضيع من سبيطار مولي يوسف اللي معرف بسبيطار الصوفي والبطلة ديالا القصة هادي هي الضرة ديالا تسيدة اللي كانت تواجد معنا حاليا الشرات الدري صغير راضيع باقي لحمة لحقاش ما كتولدت حسب تصريح الزوج ديالا والزوجة الثانية ديال تعليقها ومن بعد ما خرجت في اللايفات كتقولها شنو كينة شنو كينة شنو واقع شنو واقع واللات كتتعرض للسب والقدف في التعاليق في اللايفات اللي كتدير من اجل الكشف على الحقيقة تخيلوا معي الاخوان هاد الدري هذا في عمره حاليا اكتر من ثلاثين سنة وما زال الزوج ديالا تسيدة كيخلص عليه النفاق وفاش ما كيخلص كتصيفطو طالقة ديالو للحبس هاد شعلاش تقرروا لانهم يخرجوا في بات مباشر ويوضحوا للمغاربة شنو واقع هاديك السيدة راما كتولدش وهذاك السيد راماشي الاب البيولوجي ديالدك الدري دري في خباره كل شي عودوا لي الحقيقة عارف شنو كين وانما طالقة ديال زوج هاد السيدة ما بغاتش تدير معهم شي تاوي ديالخير هنخليكم مع هاد السيدة تقولنا شنو واقع وشنو رسالتها والناس المسؤولين لان الميلف مازال مطول ومازال ملقي ناش لي الحل ومعرفنا شنو غنديرو فيه لي حودود هاد الساعة فاطيما السلام عليكم شنو واقع عاودي لي واقع البارح البارح خرج مع الصحافة في المحكامة ديال السينف خرج معايشي صحافة شنو واقع لهم المشكلة للراجل سوف نرى هذه الفيديوهات كيف يبدو يسبوه كيف يبدو يعيروه شو كديره شو فعله انا ديالناس عشبينوا بينهم انا ديالناس واسط لهم فش لاحقاهم انا هكا انا مالية فريداتي مالية فراسي انا قاعد الجرين عارفين ديالما انا يقول ديالما مالية فراسي مالية فراسي سبان فاسق سبان في المصاجات ها ماليا ما بينهم انا هاد الناس سأنتبعها قانونيا انا قامت بيه وصح انا لم تفهمون لا بدونهم لا بدونهم علاقة لا بدونهم لا بدونهم ما بدونهم ايائواتي انا حورة بحياتي انه المساح لدينا واحد ولا تقصروا هذا الطبع ما تدعونا شاشنا يوجد فيها كذلك ما يدخل هذا الطبع بالنسبة لهم كيف تظهر الحقيقة لأنه يخبروا ويكتبوا ويكون هناك تتابعوا و انا كنت طلب اخي ماذا المشكلة بعدها قبل ما نطلق ايديك ماذا المشكلة لك مع دارتك درسي انا لدي مشاكل مع رجلي كنت نصب عليه في الخلصة دياله كنت نفرلي كنت نشيلي محاضر الحكم ما شايف حكم دارت نسكني في المحمدية و ارزقوك ينشيلي نصبت عوثاني على الوالدة الشافرة و كنت نكتب على العادة لك و كنت نرى والدها و انا كنت قلت مذر و انا كنت اخذ بلاي و كان لدينا وصفة ماذا تخذ الحق انا كنت بدأ النصب انا كنت اخذ بلاي انا راجلي تكشف اي وكاله كان لك من الناس نوضي هادرين انا واحد تقيد بغيت نحيده بينه وبالله وهدو اللي كي ايرو انا بشاركين معها ما كدهوش على المنكر مجريمين انا راجلي هادر ووضح المغاربة ووضح البارح في السفتر السوفي لا تقول لك تكذب وليك تقول من رأسها وليك تقول حقها تلقت عكلا لنا فقا عدا باش نادس انا نتش حالي انا انا نتش حالي انا نتش حالي وحنا كن هادروا ركول قلبه الدواسة انتش حالي قلبه دونه فقا عدا مش عادل قلبه مش ايش حالي كن هادر انا ونحياتي كلها في المحاكم دونه كن هادر اقل موضوع دونه كن هادر علي وأنه ما كان انسان يدار لا يدار ومождения ايش حالي لا تقبلوه ها يكتبوت شوش لابسة شو هادي ما عارس بصر بحالي بحالهم انا بصر بحالي بحالهم وش هادي الناس مكتبوا ولم يعملوا عنديهم وشغالوا لحا اكتفوهم ونطيرات وانا اغا نتابعهم مخيزتي أولا؟ لا، افقائِف معيه أصليقه عاق أشياء العامة أنا رجب هي أخ landscapes sí لأفاس المستمل لم تدخل الحيام الصجب لا دخلوا الحيام لم أجلوا لكم أنت لا تت Pendego للمستمل انا كنت تتمنى من المسؤولين ان دخلوا في الكومنتائرات ونرى مين جاء ليس انسان يدامن مع المنكر الذي يشافر الدري وينوضوا ويهضروا على الموضوع وهذه السيدة هضرت على الخير هذه السيدة الوقفة معها هذه السيدة مضرورة انتظر عندي صغار وليدي صغار محتاجين انا الله اللي عالم اذا ما يحسبك يا الله سبحانه وتعالى وانا هذه السيدة مضرورة يوميا نخدم الصحافة وش ملقيت ملقيت الصحافة هم في جنبي وملوقفين معي فلت 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 الموضوع انا ملقيتهم ووقفين معي هكذا تتوقع لنا تتوقع لنا انا عندي حجاج ووراق وعندي ما يثبت عندي ما يثبت انت الحياة هكذا تتوقع لنا وكان الله يأتي المحمدية وكان الله يأتي المحمدي وانا اتابت لها السيدة والده انا جدا بالدوني سيدة لم تتوقع لم تتوقع فلت انت كنت تتوقع سيدة والدة انا كنقول انا والدة قتل بوليس والله بيجي قتل والدي معه من صلبه وكل شيكين وقلت لما انك تدري والدي قتل والدي معه من صلبه قتلت فمهم قيدة في اللب بيجي يلحم وحميدي ولكن هذا الشي صبك دوب ده بجود دوني قلت لما كتبت على الرباط وكتبت عليهم وكتبت على الخلصة وكتبت علي والده معه من صلبه وكتبت علي البوليس السيدة لم تكن لي الحل اللي سيقوم بتدري معه وانا هذا الشي كنت ندير فيه لكي ننصهم اخرين لكي لا يخافوا وكتبت عليهم وانا كنت ندير معي وانا كنت ندير مكتر من هذا الشيء نحن يدير الهدش اللي يقتلون الدراء الصغر يديرون الكلوات يبيعون التجربة في الوليدات هذا الشيء المنكر لا يجب ان نسكسوا عليه وانا كنت نخرج بوجي مكشوف بينا مجي مدرقة ولا مغتية ولا مدير الخيمة ولا مدير بينا ووجي مكشوف بينا متع احتراج لكي يقول فهمو بانا مشاهم في تاكسي حمر اه قالها قالوا مشاهم في تاكسي حمر والتاكسي حمر وانا فاهمين معاه كم اداهم كم اجابهم دخلت من الباب وخرجت من الباب وهذا الشيء قالوا فضل حمراء وقالوا في الكوميسرية الصافة ودخل علاج ليه؟ دخلت علاج ليها خاوية؟ خاوية وخرجت عامرة وخرجت من باب خر دخلت من الباب ومنعطوها الدري وخرجت من الباب خر ومشت كينها هي واختها ومرتخوها وفرمي ليه وفرمي معها ناس خراين وكانت ببعدها معها ناس خراين وكان هذيك السيد اللي يحطوا في الحال المدنيه وكانت اللي يحطوا في الحال المدنيه طلب لي لكر وانا أطلبي لي ورقة جلبة وطلب لي ورقة طبيب وطلب لي ورقة طبيب وطلب لي الواساخكة يطلبهم لي هذا ما طلب لي وينه؟ دري ما شافوش حط حال مدنيه ومن اللي اصويت هذه الخيناة أعطوهم الفلوس باش دري داخل فلافير داخل فلافير أعطيه الفلوس لن تحضر هذا الشيء أنا عندي كل شيء نقول لكي كذوب وماشي صوت وأنا مغانب قديم ولي بغي يعرف كومونتايراتي عير وحقش أنا ما وصلينيش وما غي وصلونيش وأنا ما كخوف من الله سبحانه وتعالى ولا بد الحق يبانيبان أنا كعجب التهديد ولا شي بغي انتقم مني شي بغي يعرفي كومونتايرات مان يخي يشفينوا بينكم فاش وصل لكم يصلك يدع الحق كنوضوني يقدموا على الميلف نوضوا هادروا ما كنوضوا هادروا ولا مشاركين معا في الجريم حقش هاد الناس اللي يكتوكمونتايرات هم مشاركين هم خايفين عريوصن خلت نوضع لهم شي كوكابة لتبحت في هذه القادية لماذا كنوضوا يكسبوه تلحقت تلده بعد ما نادرت تلده بعد ما نادرت هذا يكسب لي من تلت سنيننا فلنطلوا طلب الحل مرحله ليس لقيتم ليس لقيتم أنا يوميا في عين السبع أنا يوميا وأنا كم أنت تلت سمية يوميا و أنا أحصل في الجرس كيف ترتاح نوم اليوم انهام اليوم في جرس سوف أسمع هذا الأخرى لذلك هذه الأربعة أنا سوف أحكام شجرية و كانت طالب مسؤول ماذا سوف نسمعه و لا سوف نسمعه لا تقول أنك تكذب ولا تقول من رأسها يوميا أنا في المحكامة دائما نسوي على أعلاد الميلف و دائما نسوي على أعلاد القادية و كيف يكسبه في المساجات يجب أن يتعاقبه أدخلهم أشغلهم أشغلهم في الموضوع أنا أريد أن أقف معه راجلي أنا في الصفه عادي مشاكلتهم كتب لي وكيلها سوف تصبروا على أعلادكم و شرتم قد وحالتكم لا تقول لكم على هذا السم لا تقول لكم على هذا الحسد لا تقول لكم سوف نحوّل الشهر و أنت تصبر فعلنا رب العادة علينا المنكر و تحوّل ربي يجعني الزنزال و أنا أفاقه و أفاقه قالك و تبقي معيور و أخير و لنأضم مع بعضياتنا و سوف يجعني أطبع الوقت أنا أريد الحق أريد الحق و هذه المنطيرات أنا أطلب من حموشي يتبع لي المنطيرات التي كتبتها هذا هو مافيا هذا مافيا أنا أطلب من حموشي يدخل لي في هذه المنطيرات وفي هذا ما الذي تكسب يجب أن أعرف ما لهم أنا أريد أن أعرف ما هذا أنت ما أريد بالنسبة لهم آخر و قلطي المنطير إلى أمام أنت أطلب في أمام ذلك أنا أطلب منني أحبق لي شيئا يمنطي تجهة و كانوا أصير التعليم توارجيي عندما أدعوه أنا لدي أني تجهة أصيرها أخيها لماذا كان يمثل حقا لم تكن يكون أصير حقا لم أعرف تستل المشاكوث لم أكن أراثوا مشاكل أنا أخلي توكى لا يبدو أن أحسن لك لقد قدر الله سبحانه وتعالى أنه يأتي أحد لا يتwerف مع جيراني يعني أن يأتي أقول لي أريد أن يأتي ألتحر لأنني قائبا ولا أود subscribe وإن يحكيوا بشكل س versión أنا كنجري في الخير عذgarه وإن أريد أن أعزب بناده وإن ينظر بناده أنا لا أعزب بناده وإن أتحدث أحد لا تجري في الخير انا شوفني تسيد واقفة معه واشا نتخلي عليه واشا نتخلي عليه واشا نتكرر شا تعيب ونقول ليكم فهموا وتعرفوا الحقيقة رجلة مريض رجلة الدم ومشان الحبز فابور انتم ملك تكسبوا لكم ونطيرات الله تسلم ملك يدخل بيت الناس يقول لي منساش اللي عادة بدوزت عليا راني منساش وكي مقافية ومكي مغيش مكي قدامه ملك يبدأ يعود لك وبدأ يبكي وخد يكون بقلب كمع ثمانين من الحديد وكي بدي عود لي منساش اللي عادة المرسي تكررست عليا وعدبتني وضلمتني وما خلت بقلت في منك كي بدي عود لي كي بدي بكي في البيت كده يحفو الدمو كالحزر وكي قولي كان مشان حلق راسي انا قصر راسي مشان المحكامون حلق رات الحق ديلي ما التعطاش وضلماته ودت لي رزقه ودخلته للحبز وتكررست عليا دولمان انتم اكت الحق تكتور كومونطيرات مانو ماشي بنادم مانو ماشي باشار لماذا لا نقفش معها لماذا؟ لماذا كنت ندقى تعيره؟ دخلت دقوا راسك بوت ولادي نقف معه وش هو المرأة الأولى؟ لعبت عليه لم تتأمر متبعاته؟ أمرها مدتها فيك عشان يخطع النصف يكي نصف ونصف عن الفلوس ومسكي عايش في فيبن قرير ما عايش شم يكري مقودة تطيئ مقود عم تأجز مع هاد المرأة؟ راح يكونك تطالع توبي لقد تبقى صفوا وتعاونوا معه وتوقفوا معه ولكن هناك في بعضياتنا لكم والطيرات هذي كفاء لا هذي قصدها هذي كنته حرام جيت الله أنا واضحة أنا مشيش لاعبية ولا منافقة ولا كنود البيّرس العمال أنا مضلومة ولا بس شحة إجلبة مقطعة ولا يرزيف لا أنا واضحة أنا يلقى قلبي أمساني انا الظلم ما كنبغيش انا ركيب قفية انا الله اكبر خليش كدب نسامر في الوراق وكالي عبرك مجد تخصيقها ومجد تكرفيس حشو ما عليكم ويعيب عليكم انا بغيت الحق يكون انا كنت طالب من الحق وكادت السيدة خرج عكا نهدر وكاك جو تابعوني جو عقونا عارفيني في نساكنة عارفيني في نساكنة انا عارف كل شي عارفينه لا تحدي بك تخبه وكل شي تفرجوا فيها وكل شي تشوفوني حسبي الله ونعمل واكل فيهم حسبي الله ونعمل واكل فيهم ايش بغيت شو عنده والله الماكلة بقية بغية يبزل بشك نوكله الماكلة بغيت علي الماكلة قولي شوف قالي غوتي بخليتي مددتي التوحد ما جاي عدنى وتوحد ما نصول ويعجب الحال ما لا يرزوينا ليه الخلصة تدوز ليلة ثلاثين في ريال نصبع الفلوس نصبع الدري وباركة هانية مع راساته وما كان شي مسؤول ولا اي صندق التقعود قولي وقفت الفلوس على النصب يا السيدة اللي فرزقه ومشي ولده والداخل ومشي ولده والداخل ومكتر من ثلاثين سانة ولكن ما نسمحش لهذا المفوض قدائي ما نسمح ليه في الدنيا ومشينا الرباط ونحطه من الوسائق وقالت مع المحكامة لدي الكازا عقو بها الرباط الرباط وقفت المحمدية والشاد وقال البوليس قالوا ما لديه مفوض قدائي قالوا سير بحلاسك ومشي فلان سير بحلاسك واش دار؟ تفقوا معاه أعطوا الفلوس دارنا ساكني في المحمدية دارنا إحنا الاستدعاء رفضناها ومحكامة دار باط مفوض قدائي مفوض قدائي من كشفوا الربط يحكموا علي الفلوس قدائي حشوما قعيب حشوما حشوما عليكم ملاقي نسكين باشي مشي عن الطبيب ملاقي باشي يشري الدواء حرام عليكم حرام عليكم حرام عليكم تقو الله تقو الله مردتوني بحياتي مردتوني مباركة من ذيك الميزاج مباركة لك كنتمنا منحبوشي يدخل في هذه السلق يكتبوه يتعاقبوا الناس لما عندهم مشغالين لمشغالا حشوما عليكم عايب عليكم عشي كدير فره ماشي معقول الله يدير شي يتاويلي الخير فكنتمنع لأنكم تبارتا جواد الله باش يوصل لجميع الناس المسؤولين هاد السيدة من بعد ما نابت على الزوج دياله حتى هو را تكلموا وعطانا شنوا واقع في هاد الميلف وحتى هي دوات نيابة على الزوج دياله كتفاجأ بعض التعليقات اللي سأوليها فيهم السب القدف وشي حويج مكينيش هاد كومنتائرات هم اللي خلاوها باش يخرج تدير هاد اللاييف وتوضح للمغاربة شنو كين دوات على واحد القاضية اللي اللي هزت رأي لهم دري صغير تشرا من سبيطار الصوفي واللي باعتوا هي قابلة على حسب ما كيقولوا بأنها را باقة كتتزاول المهنة لي حولو ده الساعة وكتتبلغ من عند رجال أمن وما كتمشيش على حد القول ديالهم وضرتها ما كتولدش ورجعت هادك الدري بأنه ولدها ولداته مع زوجة السيدة هادي اللي وطالقها حاليا كين شي حاجة في هاد الميلف اللي اللي ما واضحاش واللي كانت منه ومناس المسؤولين باش يزيدوا يعمقوا البحث ونطلقوا في بات آخر إن شاء الله تبقوا على خير